مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بك مولانا وكل سنة وحضرتك طيب بارك الله فيكم وبلغنا الله رمضان وأعاده الله على الجميع بخير وسلام بقى إحنا كنا لسه أنا هتكلم وقولك مولانا عاوزين نتكلم عن الأم فقلت لي أنا قبل ما ننطق قلت لي أنا عايز أتكلم عن الأم الأول الأم وكيف وصى عليها وبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أوصى بالزوجات وبالبنات وبالقوارير أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمدا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا واتبع هدى وبعد فبادئ زيبد مصر أنجبت العظيمات من حرائر النساء يعني حينما نرجع إلى التاريخ ما قبل الميلاد وما كان في العصر المصري القديم طبعا حس بسوت ونفرتاري وإلى آخر من الملكات العظيمات إلى أن نأتي إلى السيدة هاجر المصرية أم سيدنا إسماعيل عليه السلام أم العرب وهي التي جعلت أن المصريين أخوالا للعرب صحيح ونأتي أيضا إلى ستنا أم موسى يكابذ طبعا التي قص الله علينا قصصها في صورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي ثم إلى أم سيدنا المسيح ستنا مريم العذراء عليها السلام ورضي الله عنها وطبعا شرفت مصر بإقامة ثلاثة سنوات وبضعة أشهر ستنا العذراء والنور نعم عليها السلام ثم بطبيعة الحال أن ستنا مارية القبطية إحدى زوجات النبي سنصله وأنجب منها سيدنا إبراهيم بن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهنا التلاحم المصر الغريب أن إبراهيم بن النبي محمد خال شمعون القبط المسيحي من هنا مصر ولادة للعظيمات طبعا إما نأتي إلى الشرائع كلها سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلام فبنجد الوصية بالأم يعني مثلا القرآن الكريم هيسجل لنا ربنا سبحانه وتعالى بر سيدنا موسى بأمه وشفقت أم موسى على ابنها ويذكر أخت موسى يعني سبحان الله هنا هيذكر عنصر النساء أمه وأخته في صورة القصص أما تأتي لسيدنا مريم العضراء عليها السلام القرآن الكريم حكى عن سيدنا المسيح والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث وحي القرآن بيسجل هنا بر سيدنا المسيح بأمه بستنا مريم العضراء الطاهرة عليها سلام الله وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الله دي سيدنا المسيح وبرّا بوالدتي اللي ستنا مريم العضراء عليها السلام أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ستنا أمينة بنت وهب التي يعني كفلته ست سنوات ويعني هيأت له مناخ التربية وأثرت فيه تأثيرا كبيرا ستنا أمينة عليها رضوان الله وسلامه حينما نأتي حضرتك إلى التكريم أنا أريد أن أضيف للمتلق الكريم شيئا قد يكون غريبا لكن لا بد في برنامج التاسعة أن نقول شيئا جديدا الجنة ولم يجعلها النبي صلى الله لا أقدام أنبياء ولا أولياء ولا شهداء هنا ما قال الجنة تحت أقدام الأمهات يعني أنت ليك شوف المغزة في غير الحديث كان ممكن نقول الجنة تحت أقدام الأنبياء لا تحت أقدام الشهداء لا تحت أقدام الأولياء لا تحت أقدام العلماء لا إنما تحت أقدام الأمهات فالمرأة هنا ربنا يبارك هي طبعا الأم في الدرجة الأولى الأخت العم الخالة البنت كل هذا كله يصب فيه مصب صلة الأرحام صلة الأرحام فالإنسان هنا ما يصل الرحم في أمه في بنته في أختي في عمتي في خالتي كل هذا سبب من أسباب وصول الإنسان إلى الجنة بسلام الأمر الآخر يا سيد الكريم المرأة كان ولا يزال لها الدور الكبير في صناعة العلماء والمفكرين يعني هضرب بس مثالين كده بسرعة سيدنا أبو حنيفة عليه رضونا الله سيدنا مالك سيدنا الشافع سيدنا أحمد بن حنبل وراء في قصصهم المرأة أضرب مثال بسيدنا مالك دخلت عليه أمه فوجدته يترنم ومن قبلة أصبح في جنوب الجزيرة العربي عايت له يا مالك ما خلقت يا ولدي وجهك لا يصلح للغناء عليك بالعلم أخذ بنصيحة أمه وشد الرحال إلى طلب العلم وكان مالك صح الإمام الشافعي ولد يتيما أبوه مات في غزة في فلسطين المحتل وثم بعد ذلك أمه في مكة زابت إلى والي مكة قال تكتب وصية إلى والي المدينة ليوصي على الإمام مالك على الشافعي لأنه منسب وكان وصرت له شيئا من الزاد إلى آخره فهنا التكريم اليهودي والتكريم المسيحي والتكريم الإسلامي بالأم تكريم راسخ في الوجدان يعني مثلا ما قلنا ستينة ماريام هي عفوا دقيقة ما جاءت مصر هو مهو الملاك في فلسطين جاء إلى سيدنا يوسف النجار قال له في الرؤية أهرب بالصبي وأمه أو اذهب إلى مصر آه تمام فكانت الرحلة العائلة المباركة المقدسة ستينة ماريام العذراء وفي حجرها سيدنا المسيح عليه السلام ووراهم سيدنا يوسف النجار المخزن هما مشوا من الجنوب للشمال آه وأنا قلت لك آنفا أن أنا لما رحت البهناسة في محافظة المينيا آه فهناك مقابر الصحابة والشجرة التي استظلت تحتها سيدة ماريام عليها سلامه الله هناك مقابر الصحابة البدريين نعم يبعاهم الشجرة المباركة نعم الله يبارك فيك ستينة مارية ودي رسالة بنوجهها لأهل الإرهاب والإرعاب والتنطع والغلو ما كان هناك حساسية عند الصحابة أنها تحمل اللقب سواء اللقب دل على الجنسية أو على الديانة مارية القبطية إلى أن ماتت إلى أن ماتت وما شعرت بحساسية في مجتمع المسلمين وما شعر المسلمون بأدنى حساسية يبقى الإسلام بيعلمك احترام مشاعر الآخرين طبعا احترام طبعا مشاعر الآخرين لكن ممكن أن لو أققق يا شوف أنا وإنت بنتكلم بنفتاح على أمهات الأنبياء في بقى أمك كبرى غابت عنها مصر نفسها مصر طيب أستأذن نكمل الكلام نعم الكلام الرائع اللي احنا بدأنا ده نكمله ولكن بعد الفاصل استنونا لو سمعت أهلا بحضرتكم مرة تانية وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قلتلي وأمنا الكبرى هذا الوطن العظيم مصر مصر لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشعبها يعني في صيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح لكم مصر من بعد فاستوصوا بأهلها خيرا وفي رواية بأقباطها خيراً من قدرتك ومشاهدينه شئ غريب أن البلد اللي يا مصر يبقى فيها هاجر أمه إسماعيد وبعدين دي حقيقة صانعت الرجال وما كذب من قال وراء كل عظيم امرأة دي حقيقة يعني حضرتك احنا مثلاً في العصر الحديث اللي هو كان القرن الماضي هو احنا نسيين أمه المصريين صفية طبعاً زوجة البطل المصري الفلاحي الأصيلي الأزهري على فكرة سعد باشا زغلوك طبعاً طيب سيدنا صفية زغلوك فبرضه ما تيجي النهاردة لمجبن جامل أو ننافق رؤساء مصر هتأجد أن أمهاتهم كانت لهن دوراً عظيماً في تربية الشخصية أكيد كلهم أكيد يعني دعك من الأطر السياسي فنحن اليوم لما جاء سيد الرئيس عفتاح السياسي حفظه الله وكرم المرأة وأعطى قرارات طبعاً أنت فيك البركة كلمت عنها أنا أسمى أحسن قرار أدخل البهجة على الناس قبل الرمضان اللي هو الإفراج عن الغارمين والغاربات والله دي مكرمة أنا مش أسأل يعني هو الناس يقول عليه قرار أنا أقول مكرمة من السيد الرئيس عفتاح السياسي أنه هو جبر خاطر هؤلاء الغارمين من الرجال والغارمات من النساء وأيضاً كتلامسة طيب نزارتي الداخلية أنها تفرج عنهم اليوم حتى يلتم شمل الأسرة على الطبلية والصينية والصفرة من في أول يوم رمضان تمام؟ هي دي مصر الحمد لله رب العالمين ومصر الخير ستظل خير وتكريم مصر للمرأة أنا قلت لك يا تكريم للمجتمع بأسرة يمكن بعض الناس يقول لك طيب والراجل لا ما هي لما نكرم أمك ما هو تكريم لك لما نكرم أختك تكريم لك لما نكرم عمتك نكرم خالتك تمام؟ اقعوا تنسوا وإحنا داخلنا على شهر رمضان المرأة المصرية اللي تحملت حرب الاستنزاف طبعاً أنا الصنع عارفة عن قربة ليه لإني مش هذكر عشان مقولش دعاي أخو والدتي يعني شخيق والدتي كان زابط في القوات المسلحة وعاصر حرب ستة وخمسين وعاصر سبعة وستين وعاصر الاستنزاف وآخر حرب عاصرها تلاتة وسبعين أنا شفت قد إيه يعني أرمالة خالي الله يرحمه بقى ويرحمها كم كانت هي المربية للأولاد وخالي على الجبهة طبعاً خالي أحلى حاجة حلوة نعم جدتي الله يرحمها كان عندها من ولادها اتنين واحد منهم أحمد كمال الله يرحمه استوشهد في حرب اليمن زبط ساقة ستة وستين بتسكت التاني دخلته قوات المسلحة بحرية نشاء نشاء محمد نجيب حرب في تلاتة وسبعين نشاء هنا الأم المصرية يا مولانا اللي ما بتبخلش بالعيال يعني هي عارفة ابنها استوشهد في ستة وستين واللي أصغر منه بشوية ما بخلتش عليه انه يخش تاني جوة كلية عسكرية يعني أنا بقول ده جوة بيتنا هو بقى وعارف وعارف ان مصري بتحارب نعم وحرب الاستنزاف وهب بقى في تلاتة وسبعين ودخل حرب عاد إليها سالما هذا الصغير أنا زاك يعني محمد نجيب لحد ما لقى يعني وجه ربه بقى من تلات سنين كده هي دي المرأة المصري معجونة من قبل التاريخ يا سيدنا وأنا قلت لك مش مش مسطفة أو قدر ان العظيمات هاجر مريم يكابذ مارية القبطية شجرة الدر صفية سعد زغلول إلى آخره بل أفجر مفجأة شيوخ الأزهر الكبار اللي علمته المرأة الصعيدية واللي عملت له الزوادة المرأة الريفية صح واللي كانت بتفرح بالشيخ لما يرجع معمم وأصبح يقال عليه الشيخ وتبخره بالبخور هي المرأة سواء كانت في الصعيد سواء كانت في الدلتة سواء كانت في البدو ولا أريد أن أشخص الموضوع وأنا كنت واحد من هؤوله الوالد طبعا طبعا والله رغم أمي كانت فرحانة جدا ها في الأزهر أكيد أخذت بالك وتحضل للزوادة الشهرية ويعني قصة كبيرة جدا فنبارك للمرأة المصرية وأيضا نبارك الاحتفال والتكريم وستظل مصر بعظيمات مصر من النساء هي القدوة للعالم بأسره من المصر شربت منه يكابد أم موسى شربت منه أم المسيح وشربت منه مارية القبطية كل عام والمرأة المصرية بخير وسلام اللهم أمين الله يفتح عليك مولانا كل الشكر ليك مولانا ونتقبل بإذن الله بقى في رمضان وكل سنة وحضرتك طيب باركا وكل مصر بألف صحة وسلام اللي ما يعرفش قيمة مصر بجد عنده مشكلة صحيح نفسية واللي قال من قيمة مصر عنده طبعا مشكلة نفسها كبيرة اللي قال من قيمة مصر عنده مشكلة نفسها أكبر واللي مش فاهم مين هي مصر مشكلة أكبر وأكبر وأكبر والله العظيم الناس دي تبقى غلابة غلابة هنا وغلابة هنا على كل خلصت الحلقة لحد كده كنت سألون طيبين اللهم بلغنا رمضان وكل الشكر لأ مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلطت حلقتنا أما كريم رمزي صديق العزيز هتلاقي داخل علينا حالا دلوقتي وبرنامجه رقم عشر أما احنا لو كلنا العمر فنشوفكم بكرة بإذن الله في نفس ذاك المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة